تزامنا مع زيارة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الإقليمية للرياض وطهران أطلق مغاردون هاشتاج العبادي الذي احتل المرتبة الثانية في الترند العراق في التويتر تغريدات المدونين تباينت بين الاعتراض والانتقاد للزيارة وبين من يؤيد سياسة العبادي الخارجية في التعامل مع الأزمات الإقليمية ومن أبرز التغريدات زيارة العبادي إلى السعودية ومن ثم إعلانه أن العراق لن يكون الطرف بأي صراع في المنطقة أزعجت من يريد أن يصبح أولادنا وقود للحرب بينما غرد آخر بالرغم من اختلافي معه في عدة نقاط إلا أني أثق به أثبت جدارته في التعامل مع السياسات الخارجية والتعامل الدبلوماسي من أجل مصالح العراق